اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بذلك إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء احتياجات قرية غلالي من المنشأة التي تحتضن الأنشطة الشبابية والرياضية وذلك من خلال التقرير الذي رفعه وزير شؤون الشباب والرياضة حول زيارته إلى قرية غلالي تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيها بشان بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي حرصا من المجلس على تعزيز أفضلية البحراني في سوق العمل وفي ذات الوقت توفير المرونة اللازمة لنمو القطاع الخاص فقد وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري موازن لنظام البحرنة الحالي يتم بمقتضاء السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصريح العمل وتجديدها ومرعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرنين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد وكلف المجلس الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك ثانياً قرر مجلس الوزراء اعتماد هوية حكومية موحدة من حيث الشعار والألوان والخطوة تستخدم في كافة المراسلات لجميع الوزرات عدى وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع وذلك بهدف توحيد شعار الوزرات ومنع الخلط بينها وبين الهويات الأخرى وتوحيد الملامح الأساسية لتداول المطبوعات والمراسلات الخاصة بالوزرات إلى جانب خفض التكاليف من خلال وضع معايير موحدة لتصميم الشعارات وطباعة المراسلات الحكومية وكلف المجلس الوزرات بالبدء في استخدام الهوية الموحدة تدريجياً حتى استنفاذ المخزون الحالي لديها من المطبوعات القديمة على أن لا يتجاوز ذلك موعد أقصى الواحد من شهر يناير 2017 وكلف المجلس الوزارة المالية بتحديث الدليل المالي لهذا الغرض ثالثاً اعتمد مجلس الوزراء قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة لدى مملكة البحرين وقد أخذت هذه القائمة في الاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً بالإضافة إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحلية التي سبق اعتمادها من مجلس الوزراء وتضم قائمة البحرين الإرهابية 68 تنظيماً إرهابياً وهي على النحو التالي حزب الله أنصار الإسلام تنظيم القاعدة الكتائب الكردية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش القاعدة في شبه الجزيرة العربية جبهة النصرة سوريا جماعة أبو سياف الفلبين حركة المجاهدين باكستان تنظيم القاعدة حركة أزباكستان الإسلامية باكستان جيش محمد باكستان لشكر طيبة باكستان عصبة الأنصار لبنان القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال إفريقيا تحريك طالبان باكستان طالبان الباكستانية باكستان كتائب عبدالله عزام لبنان أنصار الدين مالي بوكو حرام نيجيريا أنصار الشريعة في منغازي ليبيا أنصار الشريعة في درنا ليبيا الجماعة الإسلامية إندونيسيا شكر جانكوي باكستان حركة الجهاد الإسلامي باكستان بنغلاديش جماعة أنشور توحيد إندونيسيا جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان نيجيريا كتبة الملثمون الجزائر أنصار الشريعة في تونس تونس المرابطون مالي الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائر جماعة حماة الدعوة السلفية حركة شرق تركستان الإسلامية الصين الجهاد الإسلامي المصري مصر إمارة القوقاز روسيا مؤسسة الإغاثة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية حركة شام الإسلام سوريا جمعية الهلال الأحمر الأندونيسية أندونيسيا جيش عدن أبيا الإسلامي لواء الدولي الإسلامي روسيا جماعة الجهاد الإسلامي متحدة مع حركة أسبكستان الإسلامية جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد شمال إفريقيا جند الخلافة الجزائر الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا مكتب الخدمات الجماعة الإسلامية المقاتلة في المغرب شبكة محمد جمال مصر مجاهدين تيمور أندونيسيا جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا حركة رجاح سليمان الفلبين جمعية أحياء التراث الإسلامي فرع أفغانستان لواء شهداء رياض الصالحين روسيا فوج الجهاد الإسلامي روسيا جيش المهاجرين والأنصار سوريا الجماعة الإسلامية المقاتلة في تونس منظمة إعادة بناء الأمة باكستان منظمة الوفاء للعمل الإنساني أفغانستان الاتحاد الإسلامي الصومال ائتمان الأخطر الدولية مؤسسة الحرمين الخيرية لجنة دعم الأفغان أفغانستان المواقعون بالدم مالي الفرقان البوسنة والهرسك ائتمان الراشد باكستان مؤسسة الإحسان الخيرية جمعية التعاون الإسلامي أفغانستان ائتمان الرابطة باكستان مكتب وكالة طيبة الدولية البوسنة والهرسك ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير البحرين سرايا الأشتر البحرين سرايا المقاومة الشعبية البحرين رابعا اعتمد مجلس الوزراء تقرير مملكة البحرين للموئل الثالث الإسكان والتنمية الحضرية والذي سيعرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والمقرر عقده بالإكوادور في شهر أكتوبر 2016 والذي عدته اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وتناول التقرير عدة محاور ارتكزت عليها التنمية الحضرية في مملكة البحرين تتصل بالجوانب الديمغرافية والتخطيط الحضري والبيئة والتحضر والإدارة والتشجيعات الحضرية والإسكان والخدمات الأساسية وكلف المجلس وزير شؤون المجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا التقرير في المؤتمر الدولي أنفل بيان خامساً وافق مجلس الوزراء على توقيع مملكة البحرين على اتفاقية باريس لتغيير المناخ خلال حفل فتح باب التوقيع على الاتفاقية المذكور أعلى والمقرر إقامته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 من إبريل 2016 وتفويض سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة نيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية سادساً وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال المادة 2 من المرسوم رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة سابعاً طلع مجلس الوزراء على عدد من الخيارات التي تنمي قطاع صناعة المنسجات والملابس الجاهزة وتشجيع الاستثمار فيهما من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بما في ذلك التركيز على صناعة المنسجات والملابس الجاهزة ذات الأصناف النمطية غير المتغيرة من موسم لآخر ترجمة نانسي قنقر